واش فهمتين ايه؟ واش فهمتين يا خواه؟ هذا هو الموضوع بتاع النهاردة الفهامة في المغرب واش فهمتين ايه؟ كيف تفهم في المغرب؟ ازاي ممكنك تفهم في المغرب؟ وخاصة لو كنت شخص براني غريب اوعدك النهاردة انك هتموت من الضحك هتضحك وهتستفيد كمان علاش؟ لاني هلفت نظرك لموضوع انت لكلام انت اتربيت عليه وشايفه وبيتقوله كل يوم ولكن مش واخد بالك منه يعني مردتلوش البال زي مثلا انا كل يوم اصحى الصبح لاجي الهرم في وشي فعادي اعتدت ان انا شوف الهرم انما انت كمغربي لما تروح مصر وتشوف الهرم ايه ده؟ واو مين اللي بنى الهرم ده؟ ايه الحجارة دي؟ ايه العظمة دي؟ فانت بتشوف حاجة عمرك ما شفتها فانا لما جيت وبحاول اعيد صياغة وتفكيك المفردات والكلمات بتاعت الدريجة المغربية بهدف توصيلها الى الاخر وتوصيلها الى المشرق والى العالم كله عشان اللهجة المغربية دي تكون مفؤومة وتكون سهلة وتكون معروفة لجميع ما يجيش حد من المشرق يقول لك احنا ما كان نفهمش المغربة علاش ما كان نفهموش المغربة؟ ليه ما نفهموش المغربة؟ خاصنا نحاول نفهمو المغربة واحنا كمغربة خاصنا نحاول نبسطو اللهجة بتاعتنا ونوصلوها للاخر فتعالى النهاردة معايا انا خليك تضحك وخليك تتصدم في نفس الوقت يعني هتضحك وتتصدم هتسمع كلام انت تربيت عليه وانت شفته وانت بتقوله كل يوم لكن مردتش البال منه تعالى نشوف الفهامة في المغرب كيف عامل الفهامة في المغرب هديك شوية مصطلحات هيصدموك شوية مصطلحات هيخلوك تسخصك من الضحك وتفرشيخ ضد الضحك والتفرجيع ولكن بدا شوف يا سيدي من اللي اتكلم ما حتكون بتكلم ما حد شوف الفهامة في المغرب يقول لك ايه واش فهمتيني شوف المصطلح ده يقول لك واش فهمتيني واش فهمتيني ها ده واش فهمتيني يعني انت متأكد انك فهمتني شوف يا سيدي يقول لك ايه وفي الفهمة بزاف في الفهمة زي ما عامل نفسه عايق زي ما عامل نفسه زكي وكيفهم ودي دي يجي من ورا منها بيفهمها وهي طايرة كيفهمها وهي طايرة واخا مزيان دب انت هتدخل على شيح واج اخرى يعني شوف عندك واحد واج فهمتين اتنين في الفهمة بزاف تلاتة يفهمها وهي طايرة شوف هادي فهايمة هذا فهايمة زي ما دي الرأسه قافز دي الرأسه كيعرف كل شيء فهايمة هذا وهذا الشخص لازم تلاقيه موجود تلاقيه في كل موضوع تحكي فيه تحكي في السياسة فهايمة تحكي في الكرة فهايمة تحكي في الاقتصاد فهايمة تحكي في العلاقات وفي الدين فهايمة تلاقيه عامل رأسه فهم في كل حي فهايمة لذلك يقول لك المغربة شوف المغربة جابه هول لازقة جابوها في التسعين يقول لك فهايمي هذا شوف اللي من وراء منها يقول لك مفهمت والو مفهمت والو يعني مفهمت ولا حاجة شوف اللي بعدين يقول لك ده بتفهم ده بتفهم دي فيها برضو ايه فيها حتة كده مغزة يعني لما تكون ايه انت بتقول لحد حاجة وبتاعه وفهمت ويبقى ايه مرضك تقول له وده بتفهم وتقول انت يعني عندها وراها معنى ما تاخدش المعنى الظهر بتاعها بس لا في معنى باطل من وراها وده بتفهم حميني وده بتفهم فيها نوع من الوعيد شوف بجا سيدي اش حال فيه دي الفهامة الخاوية اش حال فيه دي الفهامة الخاوية يعني هادك هي اللي قلنا عليها يبقى يهدر 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 واله هو مفاهم واله هو مفاهم ولا حاجة اش حال فيه دي الفهامة الخاوية اه زعم حاسب راسه مطور حاسب راسه عارف كل حاجة وهذا الصنف موجود وكانت لقاهه كل يوم كتركب التاكسي تلاقيه كتبش في الشارع التلاقيه موجود يقول لك تفهم تا تفهم وما تفهم والو شوف بقى الاعجاز بقى يعني تفهم ايه ده ايه ده يا جماعة ده ايه ده تفهم تا تفهم وما تفهم والو يعني طب ازاي دي طب هادي ازاي دي يعني تفهم وتفضل تفهم 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 وانت مش فاهم حاجة شوف بقى اهدي بقى برضو فيها اعجاز يعني اهدي صعبة اهدي بالنسبة لي انا صعبة ازاي تفهم تا تفهم وما تفهم والو هادي النقطة محتاجة لكو انا محتاج لكو في هادي تفسروا هادي تفهم تا تفهم وما تفهم والو نيجي اللي بعد منها يقولك ايه الله يجيب اللي يفهمنا وما يعطينا والو لما تتغدغد وتتمرر مع شي حد وتبقى تهدر 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 باش هو يفهمك باش توصله المعنى توصله المعلومة وهو والو فعلم كلخ مش فاهم فتتعصم انت يقولوا الله يجيب اللي يفهمنا وما يعطينا والو ما خصنا والو غي يفهمنا غي يسي يفهمني الله يرحم الوالدين غي يفهمني شوف اللي بعد منها يقول لك ايه يا ودي يا داد الفاهم يا ودي يا داد الفاهم اه دي انا سمعتها دي انا سمعتها من حد يا ودي يا داد الفاهم بس انا عايز حد منكم يفسرها لي يعني يا ودي يا داد الفاهم دي محتاج لكم فيها عشان ننشر هذه اللغة هذه الثقافة المغربية الجميلة يا ودي يا داد الفاهم ما عرفاش يعني اللي أنا بعرفه بحاول أقوله اللي ما عرفهش أقولك ما عرفهش تيجي اللي بعد منها يقولك ايه كترة الفهامة كترات الفهامة يعني في الفهامات دي بجأ اللي هي ايه يعني دي ملهاش حل دي فظيعة دي رهيبة دي عجيبة يقولك يا سيدي تفهم تتصطى يعني تفهم تحمق احنا تنقوله اللي يفهم يريح اللي يفهم يريح المفروض اللي افهمت تكون مرتاح لا في المغرب العكس المغرب كوكب يعالم كوكب كوكب عالم آخر يقولك تفهم تتصطى يعني المفروض افهم استريح لا يقولك تفهم تتصطى يعني تحمق كيف افهم احمق ما انا عايز افهم عشان ارتاح كيف ايه اللي افهمت نحمق ونكون ترونت سيس اه فعلا دب انا وصلت للمرحلة ايه ان انا جربت نحمق خلاص يعني من كتر البحث في هذه المفردات بتاعت دارية والمتناقضات بتاعتها انا وصلت المرحلة ترونت سيس يعني اللي سألتوا علي في يوم الايام وما لجيتونيش هتلاقوني فين هتلاقوني في بيرشيت في ترونت سيس على طول فقري هذا القسم ده تقولك فين فلاح مصر يقولك راح في الس فلاح مصر كان في الفهمات بزي وهذه هي اللي ادت ترونت سيس تفهم تتصطى اودي كيف تفهم تتصطى تفهم تحمق انا بغيت نفهم باش نرتاح باش نفهم كيف انا نفهم نحمق كيف نفهم نتصطى فالله يرحم الولدين كل فاهم شوف شكون فيكم فهم يفهمني شكون فيكم انتوا هذا الفهمات اللي انا قلتها شكون فيكم فهم يفهمني يبا انا عندي حيات بغيت نفسرها بحال تفهم تتصطى ايه ودي يا دا دا الفاهم هادي برضو بغيت انا حد يفهمها لي بغيت تفهم تفهم تا تفهم وما تفهم والو اه طب انا افهم خلاص أنا فهمت كيف ما نفهم والو فأنا عايزكم تشاركوني عايزكم تنشر معايا هذه الحلقات بتاعة الدريجة المغربية وبتاعة التاريخ المغربية وبتاعة العادات والتقاليد المغربية لي يا جماعة علشان إحنا عايزين نوصل هذا الكنز ده كنز يا جماعة ده كنز الناس كتاهتم بهذه الأشياء بالطراث الشفوي بالطراث الإنساني فإحنا عاود عايزين نهتمت ده عايزين نوصل عشان ما يجيش حد يقولك إحنا مش فاهمين المغرب ما هو أنت مش هتقدر تفهم شعب غير لما تفهم لغته تفهم لغته تدخل في عمق ثقافته فإحنا عايزين نوصل ثقافتنا المغربية اللي هما يقولوا عليها صعبة أوكي راح الجيل دوياتي خلاص إحنا في واحد جيل آخر إحنا كاملين بنتعاون عشان نوصل هذه اللهجة المغربية والطراث المغربي والمطبخ المغربي والتاريخ المغربي اللي العالم يقولك إحنا لا يسيد إحنا هنفهمك بزز منك هنفهمك إحنا ده هنفهمك بالشرح بالهدوء بمشاركة الناس ببرطاجات الحلقات فاللي فاهم الخدي فاهمنا لله يرحم والديكم وبرطاجون هذه الحلقات على أوسع نطاق علشان نوصل ثقافتنا الجميلة للعالم كل مكرا هناش نخلي الكوكب كامل يهضر بالمغربية وهذه الميزة في المغربة كيهضروا بجميع اللغات ولكن نقطة الضعف نقطة الضعف وهي إيه إن محدش كيف هم المغربية إحنا بقى بغينا إحنا المغربة نهضروا بجميع اللغات ونخلوا شوف ونخلوا العالم يهضر بالمغربية شوف إحنا نهضروا بجميع لغاتهم ونخليهم هما يتكلموا بالمغربية ويحبوا المغربية ويفهموا المغربية يلا بنا يا جماعة اللي فاهم يفهمنا وينشرنا الحلقات ونوصلها إيه نوصلها للعالم كله وفي النهاية دائما أقول لكم جمهور العزيز حبيبي الناس اللي بيعملوا لايكات وبيبرتجوا الحلقات وبيكتبوننا التعليقات أقول لكم شكرا لكم وإيه 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 وشكرا